اسم الله ابو الابن والروح الكدس الاله الواحد امين وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررته طبعا ده الصوت اللي سمع يوم عماد ربنا يسوع المسيح وذكر في انجيل القديس متة ثلاثة سبعتاشر وانجيل القديس مرقص واحد حداشر وانجيل القديس لوقة ثلاثة اتنين وعشرين وهذا الصوت هو بلا شك هو صوت الآب السماوي وهو بيشاور على ابنه ربنا يسوع المسيح وبيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررته نفس الصوت اتكرر على جبل التجلي فالقديس متة في سبعتاشر خمسة بيقول فيما هو يتكلم اذا السحابة انه يرى زلالتهم وصوت من الصحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررته له اسمعوا نفس الكلام قرر في انجيل القديس مرقص تسعة ستة كانت الصحابة تظللهم فجاء صوت من الصحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا القديس توقع بيقول نفس الكلام في اسحاح تسعة خمسة وتلاتين هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا والقديس بطرس الرسول في رسالته التانية في اسحاح واحد سبعتاشر بيكلم عن ربنا يسوع المسيح بيقول ان احنا كنا معينين عظمته على الجبل المقدس وبعدين قال لانه اخذ من الله الاب قرامة ومجدا اساقبل عليه الصوت كهذا من المجد الاسنى هذا هو ابن الحبيب الذي انا سررت به هنا الخديس بطرس بيشرح العبارة الموجزة هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت او هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا بيقول ان الكلام ده ده كلام الاب لانه بيقول لانه اخذ قرامة اخذ من الله الاب قرامة ومجدا وبيقول ان هذا الكلام جاي من المجد الاسنى حيث عرش الله ان الله الاب بيكلم من العرش بتاعه وبيشاور على ابنه رب ان يسعى المسيح وقال هذا هو ابن الحبيب الذي انا سررت به الحقيقة هذا العبارة مع انها موجزة ولكن بتحمل كثير جدا من المعاني اللاهوتية والمعاني الروحية اللي تهم حياتنا وعلاقتنا بالله بتحمل كلام عن علاقة الابوة والبنوة بين الله الاب وبين ابنه ربنا يسوع المسيح اما بيقول هذا هو ابني معناها ايضا انا ابقى ابوه فبيتكلم عن ابوة الله للمسيح وعن بنوة المسيح لله وده موضوع اللاهوت كبير يمكن ما اقدرش ان انا ادخل فيه عماقه في وقت مختصر بتكلم ايضا مش بس عن علاقة الابوة والبنوة بتحمل ايضا معنا الحب المتبادل بين الاب والابن الحب العجيب المتبادل بين الاب والابن لانه بيقول هذا هو ابن الحبيب فان بيقول ابن الحبيب يعني هو ده اللي انا بحبه هو ده ابن الحبيب فلما الاب من السماء يتكلم عن الابن كلامة الله المتجسد ان ده ابن الحبيب يعني فيه حب من الآب للإبن بالتأكيد ده معناه أيضا إن فيه حب من الإبن للآب وده برضو موضوع كبير قوي ولكنه لزيز جدا وممتع جدا يمكن نعرف بعض الأشياء السريع عنه الليلة دي والحاجة الثالثة لما بيقول هذا هو ابن الحبيبة الذي به سررت بيقول له اسمعوا يعني فيه حاجة تخصنا إحنا فإيه نصبنا في الكلام ده من حيث علاقتنا مع الله الآب من خلال شخص ربنا يسوع المسيح العبارة دي تهمني في إيه أو تهمك في إيه أو تهمك في إيه أكيد لها معنى ولها بركة كبيرة لحياتنا أنا بقول بنعمة ربنا أنا ده موضوع عميق جدا ما نقدرش أن نحن نعرف نهايته أو أعماقه أو ما نقدرش أن نحن نحده في كلام سريع ولكن نقدر أن نحن ناخد بركة التأمل فيه بسرعة في بعض الأمور اللي تسمح بيها نعمة ربنا اللي لديه إن شاء الله أول حاجة هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت بتشير أولا إن الله هو أبو ربنا يسوع المسيح بتشير لأبوة الله لشخص ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة المتجسد يا جماعة الكتاب المقدس كله اتكتب والقديس يحنى بيقول اتكتب علشان نؤمن بحجم هم جدا هو إن المسيح هو ابن الله يقول هذه الكتبات لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله لكي تقول لكم إذا أمنتم حياة باسمه يعني موضوع الكتاب المقدس كله الهدف من كتابته في نظر القديس يحنى إن احنا نؤمن أن يسوع هو المسيح هو ابن الله ولما يكون لنا هذا الإيمان يكون لنا حياة أبدية ومرة تانية بيقول كتبت لكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله فمن أساسيات الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية إن احنا نؤمن أن المسيح هو ابن الله بمعنى أيضا من الناحية التانية أن الله هو أبو ربنا يسوع المسيح حتى في قانون الإيمان نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل الله الآب ضابط الكل فمنذكر الله الآب وبعدين نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد نور من نور إله حق من إله حق فإيماننا إن المسيح هو ابن الله أمر أساسي وإن الله هو أبو ربنا يسوع المسيح هو أمر أساسي من ضمن المشاكل اللي كانت مع اليهود المعصرين لرب نسوع المسيح على الأرض أنه كان دايما يقول عن الله أنه أبوه فحتى في إنجلي القديس يحنى 5-18 يقول كان اليهود يطلبونا أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقد السبت فقط بل قال إن الله أبوه معادلا نفسه بالله يعني مشكلتهم أنهم شفوه بيعمل معجزات في السبت قالوا يبقى كده قصر السبت ولكن الحاجة الأخطر من كده أنه كان دايما لما يكلم عن الله يقول ده أبويا ده أبي فهم فيهموا كلمة أبي لما هو يقول عن الله أبوه أنه هو معادل لله في الحقيقة هو طبعا واحد مع الله في الطبيعة وفي الجوهر فكانت الحتة دي بتغزهم قوي وكانوا يحبوا وكانوا عايزين أنهم يقتلوه وطبعا ده أدى في النهاية لموضوع الألام والصليب والموت زي من تعرفين هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت بتعبر عن علاقة الأبوة والبنوة بين الله الأب وبين ربنا يسوع المسيح السادة المسيح كتير قوي كان يتكلم عن الله الأب حتى بعد قيمته وحتى بعد صعوده للسماء فبعد قيمته يقول لمره المجدلية لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي روحوا وقولوا لإخواتي أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم حتى بعد القيامة يشير لله الآب أبي وفي سفر رؤية وده بعد ما دخل للعرش السماوي يرجع يقول من يغلب فسأعطيها أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي أبي في عرشه فوضح خالص علاقة الأبوة وعلاقة البنوة بين الله الآب وبين ربنا يسوع المسيح ابن الله المتجسد ناس كتيرة كانت بتدعو الرب يسوع أنه ابن الله في حياته هو على الأرض زينس نايل لم قال له يا معلم أنت ابن الله فلما يقول له أنت ابن الله معناه أن الله أبوه نفس رئيسك كان كان بيسأله قال له هل أنت المسيح ابن الله فقال له أنت قلت يعني أنا فعلا المسيح ابن الله وبولس الرسول في رسائل كتيرة يتكلم عن الله ويصفه يقول الله أبو ربنا يسوع المسيح زي في رمية ستة خمسة كرونس ستانية واحد تلتاشر كرونس ستانية حداشر واحد وتلاتين وقفسس واحد تلاتة شواهج كتيرة قوي يشير فيها القديس بولس الرسول للأخ الأب ولسيد المسيح باعتباره ابن الله ويقول الله أبو ربنا يسوع المسيح بطرس الرسول برضو في رسالة الأولى استخدم نفس التعبير في رسالة الأولى واحد تلاتة الله أبو يسوع المسيح أبوة الله للرب يسوع المسيح ما هيش أبوة جسدية مش أبوة إن الله تزوج وأنجب يسوع المسيح ولكن أبوة لها معاني كثيرة جدا يشرحها تعبير كلمة الله باعتبار المسيح هو كلمة الآب واشرحها أيضا تعبير الغصن يعني فيه تعبيرات قيلت في كتاب المقدس بتشرح العلاقة بين الله وبين المسيح أو تشرح علاقة الأبوة البنوة بين الله وبين المسيح فاستخدم تعبير الكلمة واستخدم تعبير الغصن في تعبير الكلمة بنسمع عنه كتير بس ده موضوع يطول شرحه لما بيقول في البدء كان الكلمة وكلما كان عند الله وكان الكلمة الله فلما أقول الكلمة ممكن الكلمة تطلع من العقل وأقول إن الكلمة بنت العقل ولكن الكلمة بنت العقل أو الكلمة ابن العقل مش معناها أن العقل تزوج وأنجب كلمة ولكن معناها أن فيه علاقة عقلانية أو علاقة روحية ما بين الكلمة ما بين العقل فهكذا المسيح كلمة الله وتعبير أيضا الغسل ده ذكر فيه أكتر من موضع في العهد الأديم زكريا 3-8 يقولها أنا زا قاتي بعبدي الغسل الغسل يعني الفرع يعني الجزر بيبقى مخفي في الأرض ما حد شايفه زي الله الآب اللي هو غير منظور ولم يراه أحقت ولكن من هذا الجزر غير المنظور يطلع الغسل فالغسل طالع من الجزر وحتى الفلاحين يقول على الفرع اللي طالع ده خلفة خلفة يعني يعني تخلق يعني طلع من يقول فلان خلف فلان أنجب يعني فالرب يسوع هو الغسل الطالع من الجزر غير المنظور ويقول عنه زكريا ستة اتناشر هو وزر الرجل الغسل اسمه يعني اسمه الغسل وده تعبيري يمكن جديد على أذهانكو بالنسبة لشخص رب نسوع المسيح انه اسمه الغسل ولما أقول عن سيد المسيح انه هو الغسل يبقى أنا بقول حاجات كتيرة أو معاني كتيرة في نفس الوقت فلما أقول أنه غسل دايماً الغسل هو واحد مع الجزر مش بانفصل عن الجزر فده أنا بقشير لوحدانيته مع الله الآب أبيقول أنا والله واحد أنا والآب واحد ولما أقول أنه الغسل بقول أن الحياة اللي في الغسل هي نفس الحياة اللي في الجزر فزي ما قاله رب يسوع المسيح أنا حي بالآب ولما أقول أنه هو الغسل معناها أقول أنه هو طبيعته زي طبيعة الجزر فده اللي قاله رب يسوع المسيح الذي رأاني فقد رأى الآب اللي يشوف الغسل يعرف كل حاجة عن طبيعة الجزر اللي يشوف الرب يسوع المسيح يعرف كل حاجة عن الآب غير المرء ولما أقول الغسل معناها أنه بميز ما بين الغسل والجزر وإن كان هما الاثنين واحد في الطبيعة وفي الجوهر يعني الغسل مش هو الجزر والجزر مش هو الغسل ولكن الغسل والجزر اللي اتنين من طبيعة واحدة وجوهر واحد عشان كده رب يسوع المسيح أحيانا يتكلم عن الله الآب وعن نفسه لأنهم رجلين يقول كده شهادة رجلين هي حق أنا الشاهد لنفسي واشهد لي الآب الذي أرسلني ففيه تميز في الشخصية ولكن فيه واحدة في الطبيعة وفي الجوهر يعني إيه؟ يعني ببساطة كده أنا وابني قادروا أن احنا متميزين عن بعض أنا مش ابني وابني مش هو أنا ولكن أنا وابني واحد في الطبيعة وفي الجوهر لأن أنا إنسان وهو إنسان وهو طالع مني ولكن طبعا مع الفرق في التشبيه الآب والابن الآب مش هو الآب والابن مش هو الآب ولكن الآب والابن واحد واحد في الطبيعة وفي الجوهر لأنه إله من إله فما أقدرش أقول عن الآب أنه إله والابن مجرد إنسان فنفس الطبيعة نفس الجوهر إله من إله والنور من نور ولكن فيه تميز في الشخصية زي ما قلت بالزبط أنا وإبني إحنا اللي اتنين طبيعة واحدة وجوهر واحد لأن أنا إنسان وهو إنسان ولكن في نفس الوقت من ناحية الشخصية اللي بنقولها باليوناني أو السرياني الأخنمية أنا متميز عن إبني وإبني متميز عني وإن كان إحنا اللي اتنين واحد في الطبيعة وواحد في الجوهر معلش يمكن الجزء اللي فات ده لهوتي شوية ولكن حاولت إن أنا أقدم جزء منه ببساطة ولكن الموضوع أوسع من كده بكتير هذا هو ابن الحبيبة الذي به سررت بتشير العلاقة الأبوة وعلاقة البنوة بين الآب والابن اللي بيشرحها أيضا تعبيرات كثيرة زي تعبير الكلمة وزي تعبير الغصن وفيناك طبعا تعبيرات أخرى كثيرة تشرح هذا الموضوع هذا هو ابن الحبيب الذي به سررته أيضا بتشير إلى الحب المتبادل بين الآب والابن ودي طبعا حاجة يعني ما نقدرش نحنا ندرك أعماقها لأنها حاجة سرية بين الآب والابن ولكن نقدر نلمس شواهد كده سريعة ولو من الخارج من خلال كلمات ربا يسوع المسيح أو من خلال أحداث في الكتاب المقدس علاقة الحب المتبادل بين الآب والابن أما بيقول هذا هو ابن الحبيب يعني ده اللي أنا بحبه ده اللي أنا بحبه وهذا ما يتميز به ربا يسوع المسيح عن أي نبي أو أي شخص في العالم في التاريخ كله الرب يسوع المسيح أعلن هذا الموضوع قال الآب يحب الأب وقد دفع كل شيء في يده يحن 3.35 الآب يحب الأب ويرجع يقول لي هذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لأخذه أيضا فبيتكلم بيقول الآب يحبني وبعدين يرجع يقول كما أحباني الآب كذلك أحببتكم يعني هو شعر بحب الآب لي وبيقول أنا على مثال هذا الحب أنا بحبكم وحب الآب للإبن ده حب عجيب جدا لأن حبه مش ابتدى في يوم يعني ما جاش في يوم الأيام كده والآب قال الله أنا بحب إبني من دلوقتي إحنا كبشر تبتدي حبنا لولدنا بعد ولادتهم بالجسد يمكن شوية قبل الولادة بالجسد الواحد يعد يتخيل الطفل اللي جاي ويحبه يمكن لو إن فيه ناس ما يقدروش يحب ولادهم إلا بعد ما تولد يمكن بشهور طويلة وتسأله وتقوله أنت حاسس بابنك المولود ده يقولك لا لسه مش حاسس إنه ليه إبن وتاخن معه وقت طويل إزاي إنه يحب إبنهم ولكن بالنسبة لله الآب وربنا يسوع المسيح علاقة الحب غير كده خالص لأن علاقة حب أبدي حب أبدي أزلي يعني قبل بداية الزمن وبعد نهاية الزمن منذ الأزلية وإلى الأبدية حب أزلي نفس ربنا يسوع المسيح لما بيكلم عن المجد بتاعه عند الآب بيقول المجد الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم يعني قبل ما ربنا يخلق الخليقة كلها كان الأب يحب الإبن حب أزلي حب أزلي ويقول له ما تجنب المجد الذي لك اللي عندك كان لي عندك قبل كون العالم فالحب العجيب بين الآب والإبن ده حب فريد حب أزلي حب أزلي ومقابل حب الآب للإبن فيه حب الآب للآب برضو هنلاقي حاجات كثيرة في الكتاب المقدس تشرح لنا قد إيه ربنا يسوع المسيح ابن الله المتجسد كان بيحب الآب السماوي ده حتى هو طفل صغير وسنه 12 سنة ويوسف النجار قديس عزيزة المريم أخدوه أرشليم وتأخر في الهيكل ويدوروا عليه قال لهم لماذا كنتم تطلباني ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي يعني أنا بحب المكان ده لأن ده مكان أبويا وده بيت أبويا وده خدمة أبويا والشغل أبويا في الإنجليزي في بعض الترجمات بتكتبها The business of my father ده الشغل بتاع أبويا أنا عادت هنا في الهيكل مش قاعد بتسلى وخلاص ده أنا قاعد فرحان بمكان أبويا وبيت أبويا وخدمة أبويا حب بين الإبن والقاب ورب يسوع المسيح نفسه قال كده قال لي أفهم العالم أني أحب القاب وكما أوصاني القاب هكذا أفع دي في إنجيل القديس يوحانا 14 و 31 قال أنا أحب القاب وكما أوصاني القاب أفع عشان كده عمل كل وصايا القاب الوحيد اللي قدر ينفس كل وصايا القاب واتنسيكش عليها غلطة واحدة ولا خطيئة واحدة ولا نقص في أي شيء لأن حبه للقاب هو حب كامل وحياته هي حياة كاملة صورة ومثال عظيم للكمال الإلهي قدام الإنسان إني أحب القاب وكما أوصاني قاب هكذا أفع من محبته للقاب لم يطلب مشيئته في أي شيء يقول كده لا أطلب مشيئتي بل مشيئة القاب الذي أرسلني ويقول لتلاميذه طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني يعني مشيئة القاب حبه للقاب حبه عجيب جدا عشان كده دايما عارف ويتكلم ويعمل أنه عايز يعمل مشيئة القاب بس يقول له هذا لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني حتى في ليلة ألامه حتى في ليلة ألامه وليلة صليبه وليلة موته ولما بيقول للقاب الآن كان تعبر عني هذا الكاس قال لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك إيه الحب ده يعني حبه وصل أنه أنا مساعدة أن أترك نفسي وأضع نفسي للموت طالما دي مشيئتك أنت وفعلا أطاع حتى الموت موت الصليب من أجل حبه للقاب السماوي ومشيئة القاب السماوي حبه للقاب خلاه يعيش حياته على الأرض كلها لصنع مشيئة القاب وحب الغاب أيضا خلاه يقضي وقت طويل جدا مع الغاب في أوقات الصلاة كان يخرج للجبل منفرد لكي يصلي كان يصحى باكر جدا يروح مكان خلاه عشان يصلي أنا عايز عايز يعيش وعايز يفرح بهذه العلاقة العجيبة بينه وبين الآب السماوي العلاقة السرية اللي بينه وبين الآب السماوي يلقى دا الليل كله في الصلاة دا أنا مثال للإنسان اللي يحب الله وعايز يقدم مع ربنا وقت وقت خلوة ووقت صلاة حب للآب خلاه أن هو يعلن اسم الآب للناس يقول كده في إنجلي قديس يحنى السبعة عشر ستة وعشر للآب السماوي يقول له عرفتهم اسمك وسعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم أنا عرفتهم اسمك وسعرفهم اسمك فرحان بالآب السماوي هيمان بالآب السماوي بدينا مثال عجيب جدا اللي يحب الآب السماوي وعايز ينشر اسم الآب السماوي يعرف الناس باسم الآب السماوي ولما يعلم يقول تعليمي ليس ليه بل للآب الذي أرسلني بل للذي أرسلني ولما في لبس يقول له نريد أن نرى الآب قال له أنا معكم زمانا هذه مدته لم تعرفني في لبس الذي رأاني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرين الآب من تشايف فيها كل صفات الآب وكل قوة الآب كل مجد الآب واضح فيها تقدر لما تشوفني تعرف مين الآب السماوي غير المنظور تقدر لما ترى حبي تعرف أدي حب الآب السماوي غير المنظور لما تشوف ودعتي تشوف اتضاعي تشوف قداستي تعرف كل ده تشوف دعت الله الآب وقداست الآب وتهر الآب تضاع الآب من أجل حبه للآب كان يسلب كل شيء للآب السماوي يقول كده الذي الشتم لم يشتم عوضا ويستقلم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بالعدل صورة كاملة لحب الآب إن الإنسان ما ياخدش حقه بإيده إذا الشتم ما يشتمش وإذا الظلم وإذا تقلم ما يهددش ولكن يسلم كل حاجة للآب السماوي ومن أجل حبه للآب وهو عصليه وعارف إنه هيسلم الروح بالجسد صرخ بصوت عظيم وقال يا أبتاه في هدايك أستودع روحي حب عجيب للآب السماوي وثقة عجيبة في الآب السماوي حتى في لحظات خروج الروح مثال عجيب مثال عجيب بيعطهن ربنا يسوع المسيح ابن الله وهو في الجسد من جهة الحب المتبادل بين الآب والإبن فأنا كلمتكم بعض الشيء والحقيقة أنا مجرد باخدش سطح الموضوع لأن الموضوع أعمق من كده بكتير كلمتكم أو خدشت سطح الموضوع في نقطتين اتنين دلوقتي النقطة الأولى هذا علاقة الأبوة البنوة بين الآب والإبن والنقطة الثانية الحب المتبادل بين الآب والإبن هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت تهميني في إيه؟ دي النقطة الثالثة اللي أحب أن أنا أشرحها ولو بصرها تهميني في إيه؟ دي تقالت للمسيح هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وعلى جبل التجلي قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعه هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت تهميني لأن من أجل هذه البنوة العجيبة هذه الأبوة العجيبة والبنوة العجيبة بين الآب والإبن احنا بقينا اولاد لله يعني انت ما كنتش تقدر تبقى ابن لله انت ما كنتش تقدري تبقى بنت لله لو لان كلمة الله تجسد واخد جسد وظهر لنا انه يسوع المسيح ابن الله هذا هو ابن الحبيب الذي بيه سررت تهمني وتهمك وتهمك لان الاب بيحبنا من اجل ما حبته الابن يسوع المسيح يعني هو بيحبنا عشان خطره بيحبنا عشان خطره عشان خاطر ابنه ربنا يسوع المسيح انجيل القديس يحنى 16 27 يقول الاب نفسه يحبكم طيب يحبنا علي اما اقولك الاب يحبك اقولك الاب يحبك اقولك الاب يحبك اقولك الاب يحبك ولكن شوف الرب يسوع المسيح يقول على ايه بقى يقول الاب نفسه يحبكم لانكم قد احببتموني وامنتم اني من عند الله خرقت يعني كنا ان احنا بنحب الرب يسوع المسيح وبنؤمن انه ابن الله ده السبب اللي خلى الاب السماوي يحبنا لا اقولها تعني يقول الاب نفسه يحبكم لانكم نمرة واحد قد احببتموني نمرة اتنين امنتم اني من عند الله خرقت عشان احنا حبينا المسيح بقلبنا بعواطفنا بمشاعرنا وعشان احنا امننا ان المسيح من عند الله خرج يعني المسيح هو ابن الله لاجل هذا الاب يحبنا فلالنهر ده متطمن وانت تبقى متطمن وانت تبقى متطمنة ان الاب السماوي بيحبكم ليه لانكم بتحبوا الرب يسوع المسيح ابن الله ولانكم بتؤمنوا انه هو ابن الله من عند الله خرج من اجل ربنا يسوع المسيح الله تبنانا وخلانا اولاد ليه احنا اولاد لله بتبني في يسوع المسيح ربنا اما نقول في يسوع المسيح ربنا يعني في اتحدنا بالمسيح يسوع ومن اجل يسوع المسيح احنا بينا اولاد لله احنا مستهلش ان ابقى عبيد انا مستهلش ابقى عابدك ولكن من أجل ابنك ربنا يسوع المسيح من أجل التحادي بابنك أنت جعلتني ليك ابن يقول كده بولس الرسول الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله قبل كده يقول إحنا ما خدناش روح العبودية بل خدنا روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب والجميل أن ربنا يسوع المسيح أنه يقول لي لما تيجي تصلي يقول له يا أبانا الذي في السنوات يقول له يا أبونا يا أبونا كلنا يابويا فإحنا خدنا الروح اللي احنا أصرخ بها يقول له يا أبا الآب ده ليه من أجل ربنا يسوع المسيح وقد يصبر سرسول في أفاسس 1 في عدد 3 أما بيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يقول اختارنا فيه قبل تأسيس العالم اختارنا فيه يعني الآب السماوي اختارنا في المسيح يسوع قبل تأسيس العالم يعني قبل ما العالم يتبني قبل ما العالم يتخلق قال ربنا مختارني ومختارك في الشيء السبق قبلنا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب ما صرت نشيئته الله سبق قبل تأسيس العالم وحدد وكتب عنده سفر تذكرة ان فلان الفلاني اللي جاي بعد كم الف سنة ده يبقى ابني في شخص المسيح في التحادب المسيح عشان خاطر ابني يسوع المسيح ابني فلان الفلاني اللي جاي بعد كم الف سنة يبقى ابني بالتبني وبنتي دي تبقى بنتي بالتبني وتبقى قديسة وتبقى قديس وبلا لوم امام الله في المحبة وفي غلطية اربعة ستة يقول ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابني الى قلوبكم صارخا يا ابا الاب عشان هو خلانا اولاد اولاد لي في المسيح يسوع ادانا روح لجوه يصرخ من جوانا وخلينا نقدر نقول يا ابا الاب يا ابونا مش كده بس رية بين الاب والابن ما كناش نعرف عنها ولكن اتقالت عشاني وعشانك وعشانك عشان احنا نعرف انه من اجل الابن الحبيب في شخص الابن الوحيد في التحنى بالمسيح لست بعد عبدا بل ابنا انا النهاردة علاقتي بالله مش علاقة عبودية انت النهاردة علاقتك بالله مش علاقة عبودية انت علاقتك بالله مش علاقة عبودية علاقة بنوة لقاب محب سماوي اذا لست بعد عبدا بل ابنا وان كنت ابنا اسمع بقى الباقي فوارس لله بالمسيح وان كنت ابنا فوارس لله بالمسيح هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت قيلت لربنا يسوع المسيح بصفة مطلقة وبطريقة فريدة ولكن عشان يكون انا وانتو لنا نصف فيها ان احنا نبقى اولاد الله ونبقى وارسين الله في شخص المسيح يعني ايه وارسين الله في شخص المسيح يعني بقى لينا نصيف في المجد السماوي في المجد الالهي مع ربنا يسوع المسيح باعتباره هو رأس الكنيسة واحنا عضاء جسده هو الرأس واحنا عضاء جسده النهاردة بسمع هذا هو ابن الحبيبة الذي بيه سررت انها قيلت لرأس الكنيسة عشان تبقى الكنيسة عشان تبقى الكنيسة كلها محبوبة عند الآب عشان تبقى البشرية اللي قبلت الآب السماوي لها نصيب في هذا الحب العجيب أنا عايزك النهاردة تبقى فرحان وعايزك النهاردة تبقى فرحانة عايزك النهاردة وعايزك النهاردة عايزين النهاردة ان احنا ندوس على كل مرائر العالم وكل شيء مش كويس ألمنا به العالم ونقول دوس يا نفسي بعز لان انا مش عابدة للعالم انا ابن انا بنت الآب السماوي في شخص ربنا يسوع المسيح اللي قيل عنه هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت انا محبوب الآب في شخص المسيح انت محبوبة الآب في شخص المسيح يفسنا عندنا هذا الاحساس اللي نعيش به فرحانين فرحانين ولا ينزع احد فرحنا منا ان احنا محبوبين وعائلة واهل لبيت الله محبوبين للآب السماوي في شخص ربنا يسوع المسيح هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت بتعبر عن علاقة الابوة البنوة بين الآب والابن بتعبر عن الحب المتبادع بين الآب والابن وتعبر ايضا عن علاقة الحب لنا مع الآب من خلال اتحادنا في شخص ابن الله ربنا يسوع المسيح لأول مجد الدائم إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر